طيب تجربتنا اليوم رح نكمل على التجربة السابقة Instruction Set Analysis 2 نستعرض فيها أو نتذكر فيها مجموعة من Instructions اللي اخذناها بالمدن النظرية نضافها لمجموعة من المفاهيم مرتبطة بالبرمجة وطريقة البرمجة طريقة فعالة بتقلل علينا العدد الأسطور بالكوت تقلل علينا الجهد وتحسن الأدام من Instructions اللي مرقوا علينا أكيد المدن النظرية هي Bit Test File Skip Clear or Skip Set اللي من خلالها في عنا Two Operants اللي هو Fire Register معين مع Bit جواته من صفر إلى سبعة نحسب قيمته إذا كانت 0 or 1 لSkip Clear بتعمل Skip للNext Instruction إذا كانت القيمة اللي بعمل عليه Check هو 0 Clear يعني وإذا Skip Set أكيد العكس بعمل Skip بحالة 1 فيه كمان عنا ممكن نرجع للمدن النظرية لنراجع Decrement if Skip 0 أو Increment if Skip 0 من خلالها منزيد ومنقص واحد ومنشيك على فائل الجسم معين ومنشيك أن القيم الجديدة صارت 0 or لا كمان لنعمل Skip للإنستركشن اللاحقة Example 1 عندنا هون بورجينا أنا بحط قيمة 9 جوات الأكيوميليتر بعدين بشيك على قيمة بورت A إذا كانت القيمة 0 or 1 فأنا رح أعمل Skip للإنستركشن هاي وأروح مباشرة على موف WF number 2 بمعنى إذا كانت قيمة البيت 0 جوات بورت A صفر فأنا رح أحط على الجي بي آر معين غدا نظر شو قد استاعه اسمه number 2 قيمة 9 وهي قيمة الأكيوميليتر بالحالة الثانية إذا كانت القيمة لا تساوي 0 فمعنى ثم أرح أعمل Skip ورح أمشي بترتيب الطبيعي الإنستركشن فرح أحط القيمة 9 على number 1 ورح أكمل وراها وأحطها على number 2 طيب الآن ممكن أكون أنا بدي الكود يشتغل بهاي الطريقة لكن على الأغلب منطقيا القيمة 9 المراد إلها إنها تتخزن إما على GPR number 1 أو number 2 مش لاثنين مع بعض فبهاي الحالة كتابة الكود بهاي الطريقة تعمل لنا إشي ممكن نسميه أو نعتبره logical error إنه ما أشتغل الكود زي ما أنا قاصد أو ناوي له طيب لأضمن إنه أنفذ سطر واحد بس من السطر الأول أو السطر الثاني اللي عندنا هون بناء على قيمة البت زي رجوات ببورد A ممكن إعادل صياغة الكود بشكل شوي أكثر تعقيد بس بضمن لهذه النتيجة أني لما أعمل بيت تست فايل أختار الأوبشن الأول أو أختار الأوبشن الثاني بدلا من أنفذ العملية مباشرة Go to first condition الحال الأولى أو Go to second condition فبحال كان قيمة البت زيرو فعلا تساوي زيرو رح يروح لي على هذا السطر اللي هو Go to second condition اللي من خلال القيمة رح تحط على number 2 بعدين يروح على label لقدام اسمها Proceed بحالة القيمة كانت لا تساوي 0 معناته ما رح يعمل escape و رح نفذ first ولما يروح على first condition رح يخزن القيمة المرادة التسعة على number 1 وبرضه Go to Proceed اللي منفترض أنه ممكن تكون label لقدام هون مثلا وبهاي الحالة بكون فشق السطر الثاني Go to second condition يعني نفذ واحد منهم فقط هاي الطريقة المصبوطة إذا كنت أنا حاب أنفذ واحد ثمانتو options مش لاثنين مع بعض ترم ما في عنا بالFlags إشي مباشر للطريح لكن الكري Flag هو نفسه يعتبر البرو مع Polarity مع Cousin مثل ما ذكرنا يمكن بالتجربة السابقة إنه على عكس Assembly 886 هنا رح تختلف Polarity للكري بحالة الجميع الكري Flag بعطينا إنه في Carry Out أو لا في حالة Carry موجود بتكون قيمة 1 وإلا بتكون قيمة 0 بحالة البرو بتكون الوضع معاكس يعني إذا طرحنا 99-66 طبية الحال ما في عنا برو وبهذه الحال الكري Flag تساوي 1 لأنه زي ما حكينا البرو معكوسة C تساوي 1 يعني ما في برو 8 في هذه الأمور 76-997 أكيد سيكون لدينا في برو وبالتالي الكري Flag يمثل برو في هذه الحالة يمكن تحديث كما برو خلال البرو خلال برو خلال برو ون برو عكس الوضع الطبيعي للكري فلاك. في عنا هنا برنامج الهدف منه ان يدخل قيمة معينة وشيك على هاي القيمة اذا كانت اكبر او اصغر من عشرة وبناء عليها بحط قيمة تبين انه القيمة اكبر فبحط الرمز طيب اذا منتبع الكود عنا مستخدم اكيد كبداية الانكلود مشان استخدم الابل لأسامي الاس اف آرز واختصر على حالي. سي بلوك مشان اعرف تست نمبر وريزلت. الريزلت هي القيمة النهائية اللي بيحط فيها جي او اس. التست نمبر هو الرقم اللي رح افحصه بغض النظر شو قيمته. اول خطوة وعنا اني احط هاي القيمة على الوركينج جيستر. فخلينا نفطرر مشان نمشي مع الكود. كبداية انه الرقم تسعة وكيد التسعة كونه اقار من عشرة. المفروض يعطينا سمولر. لو حكينا حطينا هاي القيمة على الوركينج جيستر. بعدها بعمل عملية الطرح سبترات ال W. بذكر انه عملية الطرح معناها هون هي انه اللترال ناقص ال accumulator دائما ال W بيجي بعد عملية الطرح. فهنا عشرة رح تكون ناقص تسعة. عشرة ناقص تسعة يعني واحد ومثل ما قلنا كونه البروريتي عفون معكوسة. فالكري او البرو فلاق رح تكون قيمة وان لانه ما في عنا برو. فلما رح على الستيتس رجيستر ونعمله بالتست للكري فلاق كونه قيمة وان ومعطينا الخيار سكيب اذا وان فهو فعلا رح يكون سكيب ويروح لي على كو تو سمولر وهو طبعا سمولر فبحط الاسكي كود لس على ريزلت. طيب الحالة الثانية لو كانت القيمة 11. بهاي الحالة عملية الطرح الاشرة ناقص 11 رح يكون فيها برو والكري فلاق سلاش البرو فلاق رح تكون قيمته زيرو فلما يعمل بالتست ما رح يمال اسكيب رح يروح على كريتر فبخط الكبيتال جي. طيب لو كانت القيمة عشرة اللي هي لا أكبر ولا أصغر حسب الكون الموجود حاليا عشرة ناقص عشرة زيرو ما في عنا برو وبالتالي بيعاملها معاملة لكريتر لأنه ما في عنا برو فما رح يعمل اسكيب فرح يرطي بحالة العشرة كمان جي كريتر. واحد من الأسئلة اللي مطلوب مننا شغلها بهاي التجربة ننعدل على هذا الكود إنه يعطينا احتمال ثالث E for equal. طبعا باختصار hint إنه اللي رح نسوي إنه هذا الكود موجود بس رح نعدل عليه. أول إشي رح نشيك على الإقواليتي فبدل ما نعمل بت test file skip set or clear للكري فلاق ممكن نعمل للزيرو فلاق إذا القيمة زيرو أو نط إذا القيمة طلعت عندنا زيرو بتصير القيمة إي إذا القيمة من الزيرو منكمل الكود الموجود هون. باختصار هذا الشغل اللي بنا نسوي يعني هاي غششناكوا إياها. طيب عملية الرن كما تعودنا ما في إشي جديد برنامج ثاني فيه فكرة جديدة هون كمان إنه أنا مطلوب إني لجي بي آر معين أعد اللوور نيبل اللي هو باختصار البيتس اللوور اللي هي zero one two three كم ون مخزن فيهم يعني هذول الأربعة بتس ممكن يكون فيهم عدد الوينز المحضوطات بتراوح بين صفر بالحد الأدنى لأربعة بالحد الأعلى. أنا بدي أفحص قيمة كل بيت zero one two three إذا فيها ون ولا لا. معرف لي الرقم اللي بدي أفحص هو test number و temporary number و جي بي آر بثاني اسمه number of ones بخزن فيه عدد الوينز اللي بدي إياه تمام. أول خطوة ملاحظة مهمة هون إنه لازم أنا أصفر number of ones اللي بدي أحط فيه عدد الوينز اللي إنه كون هذا الوينز اللي أنا عرفته مش معناته إنه تلقائياً صفر أو أنا صفرته ما أبعرف القيم السابقة فيه. إذا نسيت هذا السطر فاحتمال كبير يكون عندنا logical error. يعني إذا عدد الوينز فعلياً اثنين هو رحين جمع إلى number of ones اللي مش بضروري يكون zero. ممكن يكون فيه ثلاث في عطينا جواب خمسة. وأساساً خمسة مش جواب منطقي. فضروري إني ما أفترض إنه أي قيمة بعرفها. هي حتى الaccumulator كمان ما بصير أفترض إنه كبداية قيمته تساوي عندي zero. طيب بعد هيك بعمل and لقيمة test number اللي حطيتها على accumulator مع zero if يعني أي شيء and zero zero مع الف one مشان أحصل على الأربعة بت اللي على اليمين. لأحصل عليهم ممكن ما في عندي shift. ممكن أستخدم الروتات لليمين لكل بت باي بت يعني أول شيء بعمل الروتات فبحث بحسب قيمة البت زيرو. بعدها قيمة البت زيرو صارت قيمة البت one. بعدها قيمة البت اثنين. بعدها قيمة البت ثلاث أربع مرات. بعمل روتات رايت. بعدها بفحص قيمة البت اللي اللي بيطلع بره عنا بالروتات على الكري فلاق. لأنه عملت الروتات لليمين تعمل روتات أو شفت يعني بسية هنا الهدف لنا تكون شفت لليمين القيمة ستكون موجودة على الكري فلاق. فأنا بفحص مع كل عملية روتات بسويها أول مرة. وأفحص الكري فلاق. إذا كانت قيمة one بتمثل قيمة البت زيرو سابقا. فبزيد one بعمل الانكريمات one على قيمة النمبر اوف ونز اللي حكيناك ببداية لازم تكون zero. برجع بكرر نفس الثلاث أسطور مرة ثانية بس المرة الثانية البت زيرو اللي هعمله روتات أو شفت لليمين هو أساساً اللي كان بالبداية أورجينالي بت ون. بعدها ثلاث أسطور لبت ثلاث أسطور لبت ثري. فهيك بكون جمع على نمبر اوف ونز عدد الوانز الإجمالي. النقاط المهمة هون نفكر فيهم إنه هذا التكرار لنفس الكود هون. ممكن يوحيلنا إنه أكيد في طريقة أفضل لكتابة الكود تكون عملية كونه في عنا تكرار. طيب. أول شغلة لو هذا الكود الموجود هون عدلت فيه إنه بدي أفحص عدد الوانز بالبيت كامل. فالدعديلات اللي لازم أسويها أول شيء أكيد أنغي ألغي أند الو مشان أخذ قيمة البيت كامل. الشغلة الثانية إنه الثلاث أسطور اللي هون رح أرجع أعملهم كمان مرة أربع مرات يعني بالإجمالي هذول الثلاث أسطور رح نعملوا ثمان مرات لحتى يناسبوا كل البس اللي يدفحصهم من زيرو لسبعة. فهذا معناته إنه كجهد أكثر وكتابة وحجم برنامج رح يكون عنا أكبر. طيب لو بدي أكتب البرنامج بطريقة شوي أكثر ذكاءً. ممكن أعرف جي بي آر معين اسمه كاونتر وبالمناسبة تعريف الكاونتر هون كجي بي آر ما رح يزيد لي حجم البرنامج لأنه هاي مش إنستركشن. هذا ديريكتف. اللي رح يزيد لحجم البرنامج. إني أحط القيم أربع لورك مجسر وأعرفها على كاونتر. هاي صار عندي سطرين زيادة. وبعدين في عنا ليبل اسمها طبعا برضو هون اجين ما إلها حجم. بس في عندي سطرين هنا كمان بزيدولي بالحجم إنه الثلاث أسطر اللي ذكرناهم اللي أعمل روتايت لعليمين أو شفت لعليمين بعدين أشيك على قيمة الكريفلاكو أزيد أو ما أزيد طبعا حسب القيمة إذا كانت زيرو ورون على عدد الونز. هذول الثلاث أسطر حطيتهم جوة اللوب. بتكرر حالها أربع مرات. الكاونتر تبدأ كبداية أربعة فأبضلني كل مرة نقصها واحد دكريمة في سكيب زيرو. إذا القيمة ليس زيرو. سأقوم بسكيب فأذهب لعيد الكود مرة ثانية. إذا لا سيطلع بعد أربع مرات. ميزات هذا البرنامج مقارنة بالبرنامج السابق منه الثلاث أسطر اللي كتبناهم هناك أربع مرات يعني أربعة ثلاثة اثناعش. نكتبوا هون مرة واحدة ثلاثة زائد الأسطر الإضافية لحطتها واحدة ثلاثة أربعة. فاللي كان عندنا ثلاثة اثناعشر سطر صاروا سبعة أسطر. فكحجم برنامج صار أكيد عندنا أقل. ولو كان عدد البس اللي بفحصهم أكثر حتى من أربعة بيكون توفيري للأسطر بالبرنامج اللي حتكون لسة أكبر. الأهم من هيك لو بدي أعمل الموديفكيشن. هناك لما حكينا بدنا نعمل موديفكيشن بدل ما نفحص أربعة نفحص ثمانية. كان المطلوب مني أني أرجع أكتب ثلاثة أسطر ضرب أربعة أكتب اثناعشر سطر جديد. بينما هون لو انطلب مني أني أطبق التعديل وأرجع أفحص الثمانية بيتس بدل أربعة. كل المطلوب مني شغلتين. الشغل يقوله طبعا أني ألغي الاند الو مشان أخذ قيمة البيت كامل. الشغل الثاني. الرقم أربعة هون بعد له ثمانية. إذا بدي خمسة بصير أخلي خمسة ستة. بصير بصير بص يتغير الرقم بعد ما تلغي طبعا الاند الو مع زيرو اف. لحتى تحسب على الوانز لأي عدد بدك إياه. ففيه فليكسبيلتي أكثر. وهذا بقدمنا لمفهوم الموديول للبروغرامنج اللي بيسمح لي أني برمج بطريقة أكثر فعالية وأكثر ذكاء باستخدامكم بونس معينة أعطيها أسامي لأكبر أستخدمها أكثر من مرة. من الوسائل الممكن تستخدم هي أن يعرف مجموعة من الأسطر تحت اسم ماكرو أو تحت اسم سابروتين. مفهوم السابروتين كبداية هو أكيد مش مفهوم جديد علينا. بيختلف التسمية يمكن من لغة برمجة الثانية من سابروتين أو ميثود أو فنكشن أو بروسيجر لكن كلهم نفس المبدأ. مجموعة من الأسطر اللي هم اسم لما أستدعيهم غالباً باستخدام إستركشن كول فأطلع من البرنامج الأصلي وبروح على سبب بروغرام وبنهايته غالباً بكون في ريتين بترجعنا للبرنامج أصلي للنكس إستركشن بعد ما أستدعيته. هذا المبدأ نفسه أخذنا بالسي بالجافا بالأسيمبلي وبرضه موجود عندنا هنا بأسيمبلي البك أو برمجة البك. تمام. الماكرو بالمقابل هو أني أجيب مجموعة من الأسطر وأعطيها اسم وأصير كل ما أحتاج يتنفذ هذول الأسطر إذا بدأ أكررهم كذا مرة أصير أستبدلهم بالاسم لهم. طبعاً فوائد الفنكشن لو كان لدينا برنامج كبير على سبيل المثال فيه أربعة أسطر وهذه الأربعة أسطر أو أربعة مرة فبدل ما أكتب أربعة في مية أربعة مية سطر بروح بأخذ الأربعة أسطر بحطهم جوات فنكشن وبزيد عليهم ريتين يعني خمس أسطر زائد بالمية مرة اللي بدي أستخدمهم فيهم بسير أعمل لهم فبكون كاتب مية سطر زائد خمسة مية وخمس أسطر مقابل أربعة مية هاي أول فائد الفنكشن بتسهل علينا برنامج وتقلل حجم البرنامج الفائد الثاني لو حبيت أعدل على الأربعة أسطر أعدل قيمة واحد فيهم سواء كان عندي فيه أرور أو حبيت أجرب فاريبل الثاني أو أغير فيه شوي بغيروا مرة واحدة بس جواة الديكليريشن تبع هذا الفنكشن أو السابروتين بينما لو مش مستخدم هالطريقة بدي أمر عليهم مئة مرة وأعدلهم فهي كمان من ناحية موديفكيشن كثير أفضل وأسهل غير هيك ممكن أخذنه جواة لايبراري واستخدامه بمكان ثاني ببرنامج ثاني بدل ما أبني فرام سكراش فاريوزابيليتي كل هاي فوائد لا الفنكشن أو اللي هون سمينا السابروتين العيب الوحيد مثل ما يمكن عارفين من من تجربتكو بالمادة أو باللغات السابقة أكيد إنه الدليش شوي أكثر لما استخدم السابروتين إنه عملية الكل بتطلب مني ساكل زيادة وعملية الريتين فلما تعمله مئة مرة فشوي رح تزيد لك الدليل لكن هاي التمن بتدفعه غالباً بكون مقبول بالنسبة للفوائد والميزات التابعة من استخدام السابروتين بالمقابل المفهوم الماكرو عندنا إنه بجيب مجموعة من الأسطر بحط بالبداية ماكرو مع اسمه ومفروض يكون اسمه معبر وبآخره إند ماكرو كل ما بدي أستخدم هذول الأسطر بهذا الترتيب بالضبط بدلاً كل ما أكتبهم بأكتب اسمه هلأ برضو فوائده إنه بسهل علينا التعديل بقلل حجم البرنامج بس في فرق واحد أساسي مع السابروتين إنه هون ما رح يعمل لي دليل زيادة تمام لإنه أنت ما رح تستدعي فنكشن هو فعلياً أنت لما تعمل رن المعالج ما بكون شاي في الماكرو رح يستبدله بالإنستركشن كاملة فهو هون ما رح يعمل لي دليل وما رح يطلع كولورتين زي السابروتين فهاي ميزته على السابروتين لكن عيبه أكيد إنه مدام رح يبدل هذا الماكرو السطر الوحيد اللي أنت كتبته وصح سهل عليك كتاب البرامج وقل لي عليك هذا الأسطر بس ما قلل فعلياً من حجم البرنامج الأصلي لأنه كل ماكرو أو استدعاء له رح يستبدله بالماشين لما ينفذه بالكود كاملاً فبيصفي الخيار إنه لما نعمل سابروتين أو ماكرو حسب شو الأولوية إلي إذا كان الهدف تاعي إني أقلل حجم البرنامج بغض النظر عن الدليل اللي ممكن شوي يزيد فالسابروتين هو الخيار الأفضل إذا كان الـ time critical عندي وبنفس الوقت مش مشكلة عندي حجم البرنامج لو كان أكبر فبكون الماكرو هو الخيار الأفضل الماكرو لما نستخدمه لازم نعرفه وبالبداية لحتى يقدر نتعامل معه بينما سابروتين يمكن أن نضعه بداية أو نهاية الكود المثال الذي لدينا هنا أريد أن أكتب ماكرو ويمثل عملية الجمع لقيمتين نمبر ون ونمبر تو أضع الأول على الworking register بعدين أجمعه مدد الثاني وبستخدم الـ fire register بخزنه عليه فكل مرة أجمع عددين مثلاً أربعة ثمانية بأعمل summation بيستبدلها بهذه الأسطور summation بيستبدلها بالأسطور هنا طبعاً كل ما استخدمته أكثر وكان حجم البرنامج أكثر بتكون الفائدة أكثر إلي بسهولة كتابة البرنامج لما بدي أستخدم نفس العملية على شكل سابروتين فممكن أضعه بالبداية والنهاية لا يوجد مشكلة لازم أضعه بالنهايته المهم return عملية الجمع اللي هون لما بدي أنفذها لأربعة وثمانية زي المثالي على اليسار هنا باستخدام function لازم أكتب call summation call summation الفرق كمان بيبين معنا على الرن لما أشوف الكود أروح على view memory اللي مخزن فعلياً على الميموري لما تكون كاتب برنامج باستخدام الماكرو summation هي عبارة عن إشي مش رسمي فهي تم استفدالها على اليسار ما رح تلاقيه رح تلاقي الموف والآد المقابل إليها فرح تلاقي سطرين مقابل summation أولى والمامات الثانية ففعلياً انت موفرة إشي من حجم الميموري انت سهلت عحالك البروغرامنج مش أكثر بالمقابل لما يكون في سابروتين النفس العملية call summation كل summation جواة الميموري رح تظلها يعني فعلياً ستكون موجودة ورح نشوف حتى التعريف تبع summation موجود على الميموري بينما تعريف الماكرو ما رح يكون موجود عندنا على الميموري وهاي الفرق بناتهم بطبيعة الحال لما انت تستدعي function وتعمل call قيمة IP أو البروغرام counter الحالي تتخزن عندك على stack فبعمل لها push على stack ولما تعمل retain بعمل لها pop مثل ما منعرف بالمادة النظرية فلما وجود دستاك عندنا ثمن locations بسمح لي أني أعمل إيش اسمه nested call يعني جواة function ممكن تستدعي كمان function كمان function up to eight times لأنه عندي بالستاك ثمنية locations كاملين من النوص اللي حكيناها يمكن من التجربة البسابقة أنه لما أجي أعمرا في عندي الoption أني أعمل step over أني أتجاوز عن loop معينة أو أطلع منها طبعا هاي ممكن كمان تكون مفيدة لما تكون عامل macro أو عامل sub routine ما في داعي إذا منفثه مثلا عشرين أو ثلاثين مرة كل مرة تمر كل الأسطور اللي فيه إذا حاب تمشي step by step ممكن شوفه مرة واحدة بعدين تتجاوز عنه تعمل step over أو حتى step out إذا كنت دخلو حاب تطلع منه طيب من أكثر المواضيع اللي كنا ندرسها برضو بالمادة النظرية حساب time اللي بتنفذ فيه برنامج معين كان إلو حسابات تحسب عدد instructions بالcycle time ومرات كثير يكون في عنا استدعاء لfunction فتحسب call and instructions ومرات يكون في عنا loop داخلية وخارجية إلى حساباتها ممكن هون تسوى بسهولة إنك تروح على قائمة debugger على settings تختار طبعا أول شيء frequency اللي نفسها ستتقسم على أربعة بعد هيك إن الأربعة مثلا ميجاهلز سيكون ميجاهلز كما قلنا المدير البرنامج هي طريقة التفكير إنك تبرمج بطريقة ذكية تقلل عليك الكوست وحجم البرنامج وبنفس الوقت تخلي التعديل عندك سهل لو فكرنا إنه بدي أعمل عملية معينة أجيب رقمين number one و number two أضرب number one بخمسة بعدين أضرب number two بخمسة أضرب number one بخمسة أضرب number one بخمسة وعشرين بعدين number two بخمسة وعشرين ورقم البرمجة إنه عادي بعرف number one بكتب كود لكي أضربه بخمسة بعدين بضرب number two بخمسة بنفس الطريقة اللي هو الكود سيكون مشابه إلو بعدين بعرف number one مرة ثانية وبضربه بخمسة وعشرين بعدين number two بعيده العملية بخمسة وعشرين مفهوم عملية تضرب نفسه متشابه ورقم خمسة سيستخدمه مرة لنضربه ب number one و number two نفس الإشيئة لخمسة وعشرين فيبدو لنا أنه هنا في تكرار ممكن إحنا نستفيد فيه بالكود تبعنا لو مشينا بدون ما نعمل مدير البرنامج حجم البرنامج سيكون أكبر وحتى هذه العديلات عليه ستكون أصعب ومنعرف إحنا أنه أساساً ما في عملية ضرب أو مستركشين جاهزة للضرب عندنا فإحنا نعمل جامع متكرر يعني بأخذ القيمة اللي بدي أضربها بخمسة وبجمحها لحالها أربع مرات إذا بتحصل على حاصل ضربها بخمسة أو بأخذها وبجمحها لحالها 24 مرة بدي أعمل لوب لحتى أحصل على حاصل الضرب في 25 تمام زي ما حكينا بدون موديل البرنامج نجيب الرقم الأول ونكتب له كود كامل ونطلع جوابه بعدين نمبر 2 ونفس الطريقة كود كامل بعدين نمبر 1 بـ 25 وبعدين نمبر 2 بـ 25 الطريقة الموديلر لا بكون معرف إشي اسمه ضرب 5 وضرب 25 فبجيب الرقم الأول وبستدعيله الـ function 5 وبجيب الرقم الثاني وبستدعيله نفس الـ function 5 يعني اللي رح يكتب معني عندي مرة واحدة بدل ما يكتب مرتين بعدين بجيب رقم واحد وبستدعيله الـ function 25 ورقم الثاني وبستدعيله 25 ولو كان عندي أكثر هيك من الأرقام بتكون حتى الفائدة أكبر لأنه بكون عندي function مبني جاهز غير هيك الضرب 25 لما يجي نبني هو عبارة عن ضرب 5 في زائد ضرب 5 بالتالي أنا ممكن بدل ما أكتب كود أصلا كامل لضرب 25 إني أعمل نستد كول زي ما حكينا وهو إشي مسموح طبيعة الحال بوجود الاستاك 8 locations وبستدعيل مرتين داخل المرتبليكيشن الأصلية 25 وبستدعيل خمسة طيب على اليسار كيف طريقة الكتاب إلى البرنامج بدون مدير لابوغرامنج بعرف نمبر 1 ونمبر 2 نمبر 1 حاصل ضرب 5 أو 25 ونفس إشينا نمبر 2 فما نشوف الكود بنحط النمبر 1 على الوقت نمبر 2 نمبر 1 ونعمل loop أحط القيمة 4 ككونتر وأربع مرات مظنين أجمع قيمة الوركن جيستر على الاغيملياتر مع قيمة نمبر 1 تمام وكل مرة بنقص الكاونتر بواحد لاحظت ما يصير صفر وبطلع وبحصل على حاصل الضرب نفس العملية بالظبط ستسويها بس لنمبر مختلف اللي هي نمبر 2 فبلاحظ أنه نفس الأسطور اللي محطوطة بـ Add 1 و Add 2 هي تقريباً نفسها بس يخترف عنا أو وسط قيمة الـ Working Register بتحط فيها نمبر 1 ونمبر 2 لضرب الـ 25 بكرر نفس المبدأ لكن حتى هنا الجمع بكرر حال 24 مرة مرة لنمبر 1 ونمبر 2 واضح حجم البرنامج إذا منقرناه بالجزء اليمين بلاحظ أنه عدد الأسطور عندي أقل لأن المبدأ اللي بكرامينج رح يسوي التالي تحط قيمة نمبر 1 جواة الأكمليتر وتستدعي Multiply 5 وترجع الجواب هون قيمة المتغير اللي بودي بحطه على الـ Working Register والجواب برضو رح أصل عليه على الـ Working Register فبنقله على نمبر 1 5 لا أضرب الخمسة بثنين نفس العملية بالظبط تستدعي نفس الفنكشن بس بدخل على نمبر 2 بطلع الجواب على نمبر 2 5 للـ 25 بس هذه الفنكشن تاعه لنمبر 1 وكمان لنمبر 2 واضح أنه عدد الأسطور عندي أقل الكود تبع نمبر 1 أو مل 5 هو نفس الكود اللي كنا عاملينه هناك لكن استعملناه مرة وحدة اللي هي جاء متكرر أربع مرات الأحلى من هيك إنه لما ضربنا أو مل 25 استدعينا فنكشن مل 5 مرتين فقللنا حالنا حتى الكود اللي كان هون شوي أكبر لـ 24 فالميزة هون إنه سهل علينا لبرمجة وقلنا لحجم برنامج غير هيك لو حبيت أعادله بقدر أعادله بسيطة بشكل بسيط عن طريق تعديل الكود جواة البدي بتاع الفنكشن طيب بالبرنامج السابق لاحظنا إنه قيمة المتغير اللي دخل على الفنكشن هي قيمة الworking register هاي وحدة من طريقتين يا إما بدخل قيمة على الworking register وبحصل على output result على الworking register وبرى الكل بمررها على الvariable مثلا هون ثلاثة حطيتها على الworking register وبستطيع التفنكشن بعدين الجواب حصلت عليه الworking register وحطيته على result وهي ممكن تكون طريق مناسب إذا كان عندك بس متغير واحد تمام الطريقة الثانية إنه يكون معرف بالفنكشن نفسه أكثر من variable ونقولهم عليه يعني هون عندي للملتيبليكيشن معرف إشي اسمه num فأنا المتغير عندي number one بحطه على الworking register بعدين على الvariable اسمه num والنتيجة بحطها على variable جواة للملتيبليكيشن معرف result فبحثوا عليهم result مباشرة ونقول هون ما بدي هاي الطريقة بتسمح لي إذا كان في عندي أكثر من input أو output أقدر أمررهم الaccumulator بيسمح لي لvariable 1 بالأخير بترجع إلنا لطريقة الكتابة مفهوم الlook up table مش مفهوم جديد علينا أكيد من عرف هي مجموعة من two columns قيم بتبلش من صفر لأنها قص واحد وما ما قابلها يعني مثلا لو بدعم الlook up table لجدول سكوير صفر وقابل العمود الثاني تربيعه صفر الواحد تربيعه واحد للاثنين تربيعه وثنين الخمسة تربيحة مثلا السكوير تبحها 25 الlook up table هو عبارة عن function أو sub routine من كتب بطريقة معينة بنعطى اسم مثلا look up table name اسمه شو ما يكون مثلا سكوير أول سطر فيه لازم يكون add wf bclf طيب ال bcl هو البروغرام كاونتر اللي هو أصلا عبارة عن 13 بيت فرح ناخد الجزء الثمانية اللي هو منه واجمع له قيمة الفايل اللي بدي إياه اللي هي بتمثل قيمة من صفر لناقص واحد منشان أغير قيمة البروغرام كاونتر إذا كانت القيمة 0 ستوديني على أول سطر القيمة واحد ستوديني على السطر اللي بعده وهكذا فالسطر اللي هون ببثل لنا القيمة 1 السطر اللي بعده 2 الأخير ببثل لنا القيمة اللي بدي إياها الأخيرة ببثل الان ممكن مرات يكون في عندي قيمة 0 ويبدي القيمة المقابلة لها بهذه الحالة ما في داعي يحط الوبروغرام بس تبدلها return w بالvalue تاعت 0 إذا كانت أقل قيمة عندي 1 لازم يحطني الوبروغرام مشان ما يسعيش عندي logical error بدل ما أستخدم الرتين العادية باستخدم الرتين الو يعني أعمل الرتين مع قيمة القيمة موجودة هون هي القيمة فعلى سبيل المثال لو بدي أعمل كود يطلع لي الـ capital letters من A لزيم بكون معرف look up table أو function يعني باسم ألفابت أول سطرين زي ما حكينا الرقم واحد برجعني capital A فبكون هون written LW رقم اثنين رجعنا بي رقم Z آخر واحد وبكون عامل loop تكرر حالها 27 مرة ببلج بقيمة counter 1 مشان أطلع A منها بعدين بصير يعملي increment وكل مرة يطرح من 27 فبيطلع A B C لا يوصل ل27 مرة Z لا يطلع من اللوب الموجودة هون تمام النقطة الأخيرة لحتى شغلنا يكون مرتب صحيح بالنسبة للمعالج نفسه ما بفرق لأنه الكومنتات كلها ما بتلزم إلو هو معمولة إلا مشان لما نسترجع برامجنا أو حتى يشوف برنامجنا يفهمها بسهولة مع الخبرة هاي شغلات صراحة بتيجي إني أكتب البرنامج بطريقة مقروعة بشكل واضح بتعريف كل سطر شو بيسوي أو وظيفته مثلا لو أنا حاب أعمل بت بي اس اف ستيتس ار بي زيرو اللي هي ببساطة بتغيير للبانك الكومنت أو التوضيح الكويس إني أكتب switch to bank يعني أنا هون شارح أنه الهدف من هذا السطر هو أني أنتقل على بانك وان هذا عبارة عن كومنت كويس أما الكومنت السيء اللي بنوان أحمر إنه مثلا نحكي ست ار بي زيرو هاي عبارة عن ترجم حرفية للإستراكشن بدل ما نكتب الهدف منها يعني نكتب الهدف من إستراكشن مش ترجم الحرفية إلها طبعا هون في مجموعتنا واسم ممكن نطلع عليهم طريقة كتابة البرنامج بطريقة سليمة وبالنهاية في عنا إستراكشن ست كاملتان اللي ممكن أحتاج لجهب اللي إلنا طيب المطلوب مننا كالعادي في عنا مجموعة خطوات وزي ما قلنا ما في عنا رح يكون بريلاب كل رح نسلمه كشغل كامل مطلوب إني أكتب إستراكشن أو أكثر مشان أقارن القيمة بعشرة اللي هو النقطة اللي نقشناها السابقة إن أشيك القيمة تساوي عشرة أو لا إحنا البرنامج اللي شرحنا إنه بشوف أكبر أو أصغر من عشرة لكن هون رح يكون عنا يساوي وإنه بحالة كانت العشرة شو رح يعتبرها فإحنا رح نعدل عليه برضو بروغرام ثري عنا بالجزء الثاني طالب مننا إنه لو استبدلنا سطر اللي هو نقص قيمة الكاونتر ونخزن قيمته الجديدة على الفيري جستر اللي هي موجودة فعلا لحتى يوصل الكاونتر لزيرو وتنتهي اللوب شو رح يصير لو خزنت القيمة على الوركينج جستر بهذه الحالة طبعا كل ما نقص قيمة الكاونتر وخزنت القيمة على الوركينج جستر رح يحضلها دائما قيمة الكاونتر زي ما هي شو رح يأدي هاي النتيجة إحنا منطلع لما تكون قيمة زيرو بس هون أنا رح أكون مخزن القيمة على الوركينج جستر واضح الجواب تمام ومطلوب بإننا نحسب البرنامج لبروغرام ثري ككو كيف أحسبه برضو نشرح إنا بالمادة تمام كمان أعدل على الكود نقطة برضو نقشناها إنه الكود تبع المقارن بأكبر عشر كريتر وسمولر إنه يكون في عنا وابشن ثالث إيكول أظن لما إحنا للإجابة والجزء الأخير إنه نعمل برنامج مشابه جدا للبرنامج السابق إني أقرأ أو أكتب حاصل ضرب رقمي بسبعة وتسعة ورابين ولاحظ إنه تسعة ورابين هي سبعة بسبعة مشابه كثير للبرنامج خمسة وخمسة وعشرين فأنا بساطة اللي هنت اللي ممكن أعطيكوها هون طبعا في مجموعة أسئلة نحن لإنبوت أوتبوت وشو سابروتين وقيمة لست اختصال المهنت اللي عندي إنه ممكن تستفيد من الكود اللي موجود بالتاتوريال بتعدل أسامي الفنكشنز أفضل ولو ما عدلت طبعا بشتغل بس طبعا منطقيا لازم اسم الفنكشن يكون منطقي يعني وتعدل على الكود عدد أمليات التكرار اللي بتحتاجها لا تحصل على حاصل ضرب سبعة وتسعة واربعين لقيمتين لاثنين وخمسة وتعمل لهم موران وهذا هو الشغل المطلوب معنا اللي هو مش راح تبني بس فرامسكاش راح تعمل تعديل على الكودات اللي موجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر